أول عرض كان قدمه طبعاً من بعد رحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبد القادر البداوي رحمه الله وهذا الموضوع دي الرحيل يعني احنا كنت نتعامل معه بوحد جانب إيماني عالي جداً لأن الجسد فاني يموت لكن الروح تنتقل إلى رحمة الله كنت لبولي الرحمة والمغفرة له ولي جميع المؤمنين فبالتالي إحساسنا أنه هو موجود معنا يعني موجود بروحه وموجود بفكره وموجود بإبداعه هذا نص نقدمه اليوم كل كلمة مكتوبة فيه يعني عبد القادر البداوي يتحدث على الخشبة فهذه الرموز التقافية في العالم هي تعيش طويلاً لأنه يعيش الفكر ديالها يعيش مشروعها كتحول إلى مصدر إلهام للمبدعين فهي تحيا من الموت وتبعت من الرماد ونحن نرى نماذج كثيرة عالمياً من المفكرين والمتقافين والفنانين نزالوا حاضرين بإنتاجهم وبإبداعهم وبفكرهم وإن شاء الله يبقى دائماً مصدر إلهام كبير للفنانين وللجمهور المغربي والعربي وتجربته ومدراسته الفنية المسرحية الآن ولا عنده واحد إشعاع تخطى المحلية إلى العالمية وهذا فخر كبير للمغرب لنا جميعاً وكنتمنى إن شاء الله نكون خير خالفيني خيري سلف خصوصاً أن أحنا الأستاذ كان يآمن دائماً بتكوين العلمي والأكاديمي وبالفرص العادلة فأحنا ما دخلناش الفن عن طريق الوراثة أبداً أحنا دخلنا بشواهد عليا أكاديمية والأستاذ صممت أن نتخرجهم من جامعات متخصصة رغم أنه هو مدرسة فنية قائمة الدات يعني كيرجع عليه الفضل في تكوين أجيال مختلفة من الفنانين في المغرب وإحنا تكويننا في هذه المدرسة ولكن زدنا التكوين العالمي خارج الوطن أنا تكوينت في القاهرة تخرجت من أكاديمية الفنون مع العالية الفنون المسرحية والأخت ديالي حسناء البداوي المديرة الفنية المسرح البداوي هي خريجة ديالهانتر كاليد جامعة أمريكية كبيرة في نيويورك قسم المسرح وهذا فخر يعني حتى الأخ ديالي على المستوى التلفزيوني والسينمائي رأى شافوه والمخرج ديالسلسلة أحوال الناس محسين البداوي اللي كيشتغل حاليا في بلجيكا ومخرج سينمائي تخرج أيضا من معهد السينما في بلجيكا فطبعا تكوين كان جزء أساسي عنا معتمدنا شغر على الجانب الامتداد مع أنه فخر لنا لكن الأستاذ صمم أنه نكون على قد هذه المسؤولية التاريخية بمفردات العصر الحالي اللي هو تكوين العلمي والأكاديمي الحمد لله إحياء مصرح البداوي كانت فكرة ديالأستاذ عبد القادر البداوي لأن هذا تقليد مشغل ديالبداوي فقط وإنما تقليد عالمي إلى الآن فتحنا ندخلنا الإنترنت وشفنا العروض العالمي اللي كتقدم هي عروض دائما تاريخية معظم الإنتاجات طبعا الكبيرة الآن في العالم هي إنتاجات تاريخية هي من الريبرتوار معظمها لماذا؟ لأن الأجيال تتغير والداكرة يئما ستنسى إلا ما كانش عندها الدول مشاريع تقافية قوية لصيانة التراث التقافي والحضاري ديالها كتمشي فبالتالي الحكومات في العالم كتخصص ميزانية كبيرة لكل ما يخص صيانة التراث اللامادي سواء على مستوى الكتاب أو على مستوى التشكيل أو على مستوى الموسيقى أو على مستوى المسرح فإحنا المسرح البداوي يقدم نصوص من ريبرتوار المسرح المغربي في إطار إحياء الذاكرة المسرحية المغربية والوطنية بالشباب خصوصا فئة الشباب اللي مع الأسف جيل طالع فقد هالتقاليد المسرحية مش بحال جيل الثمانينات إلى التسعينات كان باقي ذلك التقاليد المسرحية كينا حاضرة في المدرسة حاضرة في الجامعة حاضرة في مسارح المختلفة فإحنا من خلال هذا المشروع دينا في المسرح البداوي ومن الجوالات اللي قمنا فيها عبر أقاليم المملكة تواصلنا مع الشباب والشباب متعطش جداً لفن المسرح وتحب المسرح فبالتالي هذه وسيلة من أجل إحياء الداكرة الفنية والمسرحية في هذا الوطن والناس الجمهور يتعرف أكثر على هذه المدرسة المسرحية التي تأسيت سنة 1952 ولازالت مستمرة 70 سنة في هذا البلد عميد المسرح المغربي الأستاذ عبدالقادر البداوي رسالة ديالي للوالدي وأستادي ومعلمي وصديقي وأبوك نتمنى أن نكون جزء بسيط مشرف في واحد الكيان كبير اسمه عبدالقادر البداوي هذا كنتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظنه ونكون خير خلفين لخير سلف وكنتمنى أن نكون هو يعني إن شاء الله في الجنة يا رب هو جميع المؤمنين يا رب ترجمة نانسي قنقر